هعمل معاكم صبغة طحفة باللون البندجالي او الاحمر صبغة طبيعية 100% ونتيجها مضمونة 100% بدون اكسوجين بدون اي مواد كيميائية هتغطي كل شي بالشعر مهما كان شعرك كله ابيض نتيجتها فعالة ببان من اول استخدام بجد اروع من اي صبغة كيميائية ومش بس كده هتطول معاك شعرك جدا وهتخليه ناعم زي الحرير وهتكثفه وهتعالج كل مشاكل للشعر لو مهتمة تعرف الوصفة تابعيني الاخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله راجعلكم بفيديو روعة جدا لصبغة الشعر باللون الاحمر البندجالي بمكونات طبيعية بدون صبغات بدون اكسوجين بدون اي صبغة كيميائية ونتيجتها تحفة واروعة من الصبغة الكيميائية طبعا زي ما احنا عارفين ان الصبغة الكيميائية بتدمر الشعر وبتهلكه حرفين وبتموته فالصبغة بتاعت النهاردة هتديك اللون الاحمر ومش بس كده هتخلي شعرك حرير ولامع ونعم وهترجع له حيويته حتى لو هو ميت هتطول معاك الشعر جدا هتنعمه والتقلو يعني صبغة والترميم للشعر في نفس الوقت وتطويل وتكثيف اه بجد الوصفة دي هتبهرك اروع وصفة جربتها لصبغة الشعر قبل ما اقول الوصفة ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة اول حاجة معايا المكون الرئيسي معايا في الوصفة اه وهو البانجر البانجر او الشاماندر او البجرود بالانجليزي يعني طبع مش عارفة في الدول التانية بيسموه ايه بس هو اسمه بانجر او شاماندر انا معايا حبتين بانجر وسط يعني مقشروهم مسبقا اه زي ما انتو شايفين شوفوا البانجر اه عمل في ايدي لون احمر تحفة يعني لون ثابت مليون في المية انا قشرت حبتين اه من البانجر هبشر اه كمية البانجر اه كمية البانجر دي حسب طول شعرك يعني انت لو عايزت ضعفة كمية براحتك لو حد هيعمل معاكي حسب طول الشعر البانجر اه كروتيني اللي موجود في البانجر بيحسن نمو الشعر والدورة الدموية اه بيقلل تساقط الشعر للابد لانه هو بنشط الدورة الدموية بيكتر الدم في فروة الراس فا وكمان بيتقل الشعر جدا بيطلع بيبهير وكمان بيزيل الاشرة من الشعر اه انا هافرم بقيت البانجر وارجع لكم رجعت لكم يا بنات بعد ما بشرت البانجر بالشكل ده شايفين ايدي عملت ازاي منفعش ان طبعا انت ايديك يتعمل كده فيستحسن انت تبسك لفز عشان ايديك هتعلم ويتبقى حمرة اه هاخد بقى البانجر ده هضيف عليه حوالي لنص كوباية من المية عشان انا هضرب الخليط ده في الخلاط هاخد بقى الخليط ده هضربه في الخلاط لحد ما يبقى معايا عصير انا يا بنات ضربت البانجر مع نص كوباية من المية بالشكل ده في الخلاط او في الكبة اه هجيب بقى تاني مكون معايا وهو الحنة الحنة فيها فيتامينات مهمة جدا اه لتنعيم الشعر وازالة الشيب بتنعم الشعر جدا بتخلصك من الشعر الجاف والتالف يعني هتخلصك مية في المية من الشيب الشعر وهتنعمه وهتتقيله كمان هاخد منها مع لقتين كبار من الحنة وهقلبهم لحد ما يبقى معايا عجينة الى حد ما جد الوصفة دي هتبعولي عليها وهتخفي الشيب معاك من اول مرة ومش هيرجع تاني ابدا هضرب كده الحنة كويس قوي ضربتها كويس قوي مع الحنة بقت عجينة وتمسكة الى حد ما لونها بجد تحفق كاميرا ظلمة للون تالت حاجة هضيفها اه معايا وهو خل الطفاح خل الطفاح يا جماعة اه فاية الخل الطفاح اللي انا هضيف ان هو هيسبت اللون اه مش بس كده الخل الطفاح حلو جدا لطلب الشعر بيفرض الشعرية وبيخليها ملسة وبيحسن جدا من نمو الشعر هاخد اه معلقة كبيرة حوالي معلقة كبيرة من خل اه التفاح ضفت معلقة كبيرة من خل الطفاح وهقلبهم كويس رابع مكون هو اختياري يعني لو مش موجود عندك ما فيش مشكلة وهو العكر الفاسي او دم الغزال هي بودرة دم الغزال يعني هاخد منها معلقة صغيرة جدا عشان بس تزيد من فعالية اللون واسابات اللون لو مش موجود مش مشكلة لو مش موجود عندك البودرة تقدر تستخدم اللي هو السايل بتاع الحلويات مش اي مشكلة هتضيفي منه معلقة صغيرة هتخلي لون احمر مركز جدا جدا فانا هضيفها تلوقتي ضفت العكر الفاسي او بودرة دم الغزال اشوفوا اللون الاحمر بقى عامل ازاي مجد اقسم باللاك كميرا ظالماء لون تحفة جدا جدا كده انا اكون خلصت آآ السابغة معايا خطوة مهمة قوي ان انت هتسيبيها آآ تخمر يعني هتغطيها بكيس نايلون او كيس بلاستيك او اللي هو آآ بلاستيك ده هتحط هتغطي السابغة هتسيبيها ساعة كاملة او بساعتين تخمر خطوة دي مهمة قوي عشان تحصلها على لون روعة والحنة تطلع كل الفايدة اللي فيها هتغطيها بعد ما تغطيها بقى آآ هتفريدي الحنة كلها على كامل شعرك من الجزور لحد الاطراف باستخدام طبعا فرشة عشان اللون آآ ما يعلمش في ايديكي آآ هتسيبي بقى آآ الخليط ده يعني يفضل ان انت تسيبيه طول الليل لو تعرفي تنامي بيه لو مش قادرة هتسيبيه ساعتين بعد الساعتين هتخسي قاعد جدا بشامبو وشوفي بقى لك انت تخيلي جمال لون شعرك الوصفة دي بجد اقسم بالله روعا اللي مش هتجربها فايتها جديد جدا هستناكوا تعملوا الوصفة دي آآ وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات لو آآ تقدر يتكرريها كزا مرة يعني مسلا تعملها مرتين في الاسبوع لسبات اكتر آآ اتمنى تكون الوصفة آآ عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته